موسيقى حياكم الله هنا ما كنتم مشاهدين الكرام هذا مجز لأهم الأنباء قال مرسل قناة حلب اليوم أن فصائل المعارضة سيطرت على قرى رسم الورد وسروج واسطبلات شرق إدلب بعد معارك مع قوات النظام وأفاد مرسلنا أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تجري بين فصائل المعارضة وقوات النظام على محور تل النار وكفر سجنة بريف إدلب الجنوبية أفاد مرسل قناة حلب اليوم بأن قوات النظام المدعومة بالطائرات الحربية الروسية تكبدت خسائر بشرية وعسكرية على يد فصائل المعارضة في جبهة تلال الكبنة بجبل الأكراد شمال اللذقية وأضح مرسلنا أن فصائل المعارضة تمكنت من صد ثلاث محاولات تقدم لقوات النظام حيث دارت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين الطرفين أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام قال فريق منسقوا الاستجابة في بيان الله أن أكثر من 11 ألف عائلة أي أكثر من 60 ألف نسمة نزحوا منذ مطلع الشهر الحالي من مناطق في شمال غرب سوريا وأضف أن الفرق الميدانية تواصل توثيق المدنيين الفارين من مناطق القصف باتجاه المناطق الأكثر أمنا كما حذر الفريق من عملية نزوح ضخمة جديدة يصعب السيطرة عليها في حال استهداف النظام للمدن الكبرى في شمال غرب سوريا قال والي غازي عنتاب داود قول خلال اجتماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في الولاية قال إن الطلاب السوريين الذين يحملون كملك غازي عنتاب التركية ويدرسون في ولايات أخرى سيمنحون أذونات سفر تمتد لعام كامل وأفاد الوالي خلال الاجتماع بأن فتح باب الزيارة إلى سوريا خارج إجازات العيد سيتم متفعيله خلال الفترة القادمة لحين الانتهاء من برمجة وتحضير الموقع الالكتروني الخاص نفى الاتحاد الأوروبي تأييده لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان مشيرا إلى أن عودتهم إلى بلادهم يجب أن تكون طوعية وآمنة وأوضح في بيان الله أنه يتفق مع المسؤولين اللبنانيين بأن إقامة اللاجئين السوريين مؤقتة وأن القرار لا يعود للاتحاد الأوروبي بالنسبة لإبقائهم أو مغادرتهم لبنان ورحب البيان بالتطمينات التي أعطتها الحكومة اللبنانية باستمرارها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان التقطت عدسات الكاميرات خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة لإفغانستان في زيارة غير معلنة للاحتفال بعيد الشوكر مع الجنود الأمريكيين في قاعدة باكرام الجوية قرب كابل التقطت لقطات فريدة من نوعها وظهر ترامب وهو يقف خلف منصة تقديم الطعام مع بعض القادة العسكريين لتقديم الوجبات للجنود الأمريكيين حيث قدم لهم الديك الرومي في مقصف القاعدة والتقط الصور معهم وألقى خطابا في مرآب القاعدة نهاية الموجز شكرا لكم ولطيب متابعتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة